السلام عليكم اهلا بكم حبيبي طلاب الصف الاول الابتدائي طلاب جريد وون النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض من هتكوننكت النهاردة بازن الله هناخد مع بعض يونت 7 حلوة جدا 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 طيب اسمه ايه ميس ماروة يونت 7 اسمه at home at home معناها في البيت او معناها في المنزل طيب يلا بينا نشوف بقى عندي listen one عندي جزء listening عندي speaking طيب يبقى اننا at home احنا في المنزل او في البيت يبقى ايه هي places الاماكن at home في المنزل خلي بالكو كلمة home بيجي معاها حرف الجر at اوكي at home بقول at home طيب ايه هي places الاماكن مثلا انا دلوقتي قعدة بسجل لكم من living room living room يعني غرفة المعيشة لازم تبقوا عارفين شكلها بيكون فيها ايه اسمها living room بالليل لما بنروح ننام؟ بننام فين؟ بننام في البيت روم بيد روم يعني غرفة النوم طيب بالنسبة للأكل بقى مو بتطبخ لنا الأكل بتاعنا فين؟ في المطبخ اسمه kitchen كتشن يبقى خدنا مع بعض living room بيد روم كتشن عندي ايه كمان at home في المنزل طبعا كلنا بناخد shower fin في ال bathroom 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 معناها الحمام او الطايلت طيب الحديقة اسمها garden garden في ناس كده بيكون البيت بتاعها ماشاء الله بيكون ربنا مساعة عليها بيكون عندها حوالين البيت بتاعها كده garden garden معناها حديقة نيجي بقى هنا ونركز كويس او ما اننا تكلمنا النهار ده عن places على الاماكن طب لما اجي اسأل ياميس مروى على المكان اسأل على المكان بايه where where معناها اين where معناها اين بسأل بيها عن المكان او عن place طيب هنا الجرل بتقول where is the boy where is the boy هو البوي فين الولد فين هنا هيرد عليها ويقول لها he is in the living room هو موجود في ال living room طيب هنا عندي سؤال تاني بقى where is the girl طب هي الجرل فين طبعا احنا من خلال الصورة اللي قدامنا دي هم بيبصوا عليها ويقولوا هم مكانهم فين ها خمنوا معايا كده احنا قلنا ان البوي كان مكانه هنا في ال living room طب هي بتسأل على الجرل على البنت البنت تفتكروا المكان اللي هي وقفة فيه ده اسمه ايه؟ هيا شاطرين excellent she is in the bathroom هي موجودة فين؟ في الحمام يبقى احنا اهم من vocabulary الكلمات اللي خدناها في lesson one عندي اينا معناها where ولد يعني boy in معناها في وعندي بنت معناها girl يلا يا شاطرين نجي نراجع مع بعض بقى جزء الجرامر اللي موجود في lesson one انا قلت بسأل عن المكان where معناها اينة بسأل بيها عن place او عن المكان اوكي؟ طيب انا عايزة جاوب على السؤال ده مثلا انا بسأل على الولد مكانه فين؟ يبقى لما حاجة جاوب مثلا هقول he is بسأل على ال girl البنت مكانها فين؟ she is مكانها مثلا بيكون في living room طب قبل المكان عايزة اقول في في بختار او بكتب in خلاص انا فصصتلكوا كده الجملة انتو اللي هتكونوا معايا الانسر او الاجابة للسؤال ده طيب نيجي نشوف السؤال where is the boy هو الولد مكانه فين؟ he is هو بيكون in معناها في he is in the living room شايفين البيكتشر اللي قدامي دي؟ بتوضح لي هو مكانه فين he is in the living room اوكي؟ number two where is the girl؟ هي ال girl اللي مكانها فين؟ بسأل عن المكان where بسأل عن place where where معناها اين؟ where معناها اين؟ قلوها كده ورايا where معناها اين؟ عايزة اقول طبعا بتكلم على ال girl ال girl اللي عندي بتاخد she كي؟ هتبقى she is عايزة اقول في في مكانها فين؟ بقول in in معناها في she is in the bathroom هي بتكون مكانها فين؟ هي دلوقتي موجودة في the bathroom موجودة في الحمام او موجودة في the toilet يلا بينا بقى على الجزء اللي انا بحبه هنيجي هنا عن تفلسنت وبتكلم على الفانيكس ميس مروة قالت قبل كده ان الفانيكس دي معناها صوت الحرف كل حرف ليه صوت؟ طب ليه ميس مروة انت بتحب الفانيكس كده؟ يعني كل ما بيجي لسن فيه فانيكس بتبقي فرحونة اوي انا بكون فرحونة بالفانيكس لان هي الفانيكس دي بتساعدكو اللي انتو تكتبوا الكلمة صح؟ تقروها صح عاملة كده زي في العربي زي نور البيان باعرف اتملأ الكلمة كويس قوي وباعرف اقراها اوكي؟ لان طبعا احنا لما بنيجي نقرأ بنقرأ صوت الحرف اوكي؟ طيب هنا عندي letter A A هو اسمه ايه انما الساوند بتاعه صوته بقول اا اا هنا عندي مثلا ابل اا اا ابل عندي اا انت انت نملة عندي جورل مثلا اسمها اميرة اا اا اميرة يبقى احنا خدنا letter A طيب وبالنسبة letter S انت اسمك اس انما صوتك س اوكي؟ تجي نسوف مع بعض؟ عندي النجمة اسمها س ستار ستار اوكي؟ قولوا ورايا عندي المربع اسمه س شاطرين برافو عليكم سكوير سكوير اكسلان شاطرين جدا طيب البوي او الولد اللي قدامي ده اسمه س سامي س سامي هاجي هنا على lesson 3 هلاقي جزء math بقى اوكي؟ تعالوا نشوفوا بقى مين شطور فيكو في math هنا بيتكلم على shapes shapes الاشكال الشكل اللي قدامي ده طبعا شكل النجمة النجمة اسمها ستار ستار اوكي؟ والمربع سكوير سكوير لازم الكلمات دي تحفظوها بالكتابة اوكي؟ عندي المثلث اسمه triangle تراينجل اوكي؟ تراينجل عندي ايه كمان؟ عندي الدائرة اسمها circle دائرة المستطيل ريكتانجل ريكتانجل هقولهم تاني store square سكوير تراينجل تراينجل circle circle ريكتانجل ريكتانجل وكده خلاص وصلنا لنهاية يونت 7 صغير خالص مش كبير طبعا مش هنمشي ونسيب اليونت كده لازم الاول نراجع ايه هي الحاجات اللي خدناها في يونت 7 يولا نراجع مع بعض طبعا كنت بتكلم على places على الاماكن اللي موجودة فانيا ميس مروة اللي موجودة في المنزل اللي موجودة فانيا ميس مروة اللي موجودة في المنزل اوكي؟ عندي اول مكان ليفنجروم حجرة المعيشة ليفنجروم بعديها بيدروم بيدروم غرفة النوم عندي كاتشن كاتشن المطبخ باثروم باثروم الحمام جاردن جاردن معناها الحديقة ها قولوهم بقى ورايا كده مروا علشان تحفظوهم ليفنجروم بيدروم كاتشن باثروم جاردن طيب عندي جزء جرامر مهمة اوي 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 ايه هو يمس مروة؟ لما يجي اسأل على المكان اسأل؟ شطرين جدا اسأل بوير طب وانا قلت وير معناها ايه؟ اكسلانت شطرين جدا معناها اينا؟ يبقى انا بسأل على المكان بوير او بسأل على البلايس اللي هو المكان برضو ايا كان انتو حافظين ازاي؟ يبقى بسأل عن البلايس بوير بسأل عن المكان بوير طب وير معناها ايه؟ وير معناها اينا؟ لو بتكلم على جرل حقول ش لو بتكلم على بوي حقول هي عايز اقول في هو مكانه بيكون في في معناها ان في معناها ان هنا مثلا هيا الجرل هي الجرل اللي مكانها فيه؟ هي مكانها بيكون في الباثروم وعندي جزء فونكس احنا قمنا الـ A صوتها اه عندي ابل ابل انت انت اميرة اميرة وكمان اخدنا ان الـ S صوتها شطرين جدا برافو يلا بي نقرأ مع بعض ستار ستار سكوير سكوير سامي سامي وكان عندي لسن ثري بيتكلم على الماث ايه هو يميس مروى جزء الماث اللي هنا؟ بيتكلم على الاشكال الهندسية nächsten المثلث اسمه الدائرة اسمها الدائرة اسمها اكسلنت اللائنس 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 اسمه ريكتانجل مهم جدا انتو بقوا عارفين الشكل اللي قدامكو ده اسمه ايه لان السؤال بيجي مسلا هو بيديك البيكتر بيديك الصورة وانت تكتب تحتها الكلمة او تكتب اسمها ايه ساي مسلا انا هخبي كلمة ستار دي وحرسم ستار وهجب لك بعديها كده دوت او نقط اوكي وهقول لك انت اكتب دي اسمها ايه فانت هتكتب لي مسلا ستار فانتو السؤال بيجي ازاي طيب وبعديها طبعا عندي ديكتيشن الجزء اللي بيحفزكم الكلمات حلو جدا في الكتاب اوكي وبعديها عندي بقى امتحان كامل جنران براكتز على يونت سابن اوكي يبقى احنا كده حبيبي خلصنا مع بعض يونت سابن استنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ولكن ما تنسوش انا عايزة لايك كبيرة جدا على الفيديو وشير للفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب للقناة واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي